اشتركنا الاعزاء الصف الثاني عشر الفرع العلمي نرحب بكم عبر صوت التربية والتعليم الاذاعة التعليمية الاولى في فلسطين ونترككم الان مع شرح لمادة الرياضيات متمنين لكم اوقات ملؤها الفائدة والمعرفة الشرح المفصل لمنهاج الثانوية العامة برنامج تفوق تتبعونه عبر صوت التربية والتعليم برعاية الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية رائدة الابداع والتميز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزائي الطلاب الثانوية العامة الفرع العلمي والصناعي اهلا بكم عبر اثير صوت التربية والتعليم الاذاعة التعليمية الاولى في فلسطين التي تبث على موجة 102.1 FM انا محدثكم الاستاذ احمد محمود مليحة ماجستير طرق تدريس رياضيات من مدرسة الطقوة الثانوية للبنين نتقل يوم بكم في درس جديد الا وهو تطبيقات التكامل المحدود اي كيفية ايجاد المساحة باستخدام التكامل المحدود اولا المساحة يمكن ايجادها من خلال التكامل المحدود وهنا يوجد حالتين لاجاد المساحة باستخدام التكامل المحدود الحالة الاولى مساحة المنطقة المحصورة بين منحنة الاقتران ومحور السينات في الفترة المغلقة الف وبا ولا مزيد من التوضيح سوف نقذ نظرية واحد صفحة 195 مرة اخرى نظرية واحد صفحة 195 اذا كان قاف السين اقترانا قابلا للتكامل في الفترة المغلقة الف وبا فان المساحة المحصورة بين منحنة الاقتران قاف السين ومحور السينات في الفترة المغلقة الف وبا طوطة بالعلاقة مين تساوي التكامل المحدود من الف الى با لنقيمة مطلقة لقاف السين في ديال السين ولم زيد من التوضيح عزيز الطالب سوف نأخذ مثال واحد صفحة 196 من الكتاب الوزاري مرة اخرى مثال واحد صفحة 196 من الكتاب الوزاري احسب مساحة المنطقة المحصورة بين منحنة الاقتران قاف السين اللي بيساوي سين زائد واحد ومحور السينات والمستقيمين سين تساوي اثنين وسين تساوي ثلاثة الحل نرسل من خط المستقيم من خلال نفرض سين تساوي سفر فتكون صاد تساوي واحد كذلك نفرض صاد تساوي سفر فتكون سين تساوي سالب واحد وذلك لإيجاد نقطة نقاط والخط المستقيم مع محور السينات والصادات أي لرسم الخط المستقيم نفرض مرة سين تساوي سفر ونوجد قيمة صاد ونفرض مرة اخرى صاد تساوي سفر فنوجد قيمة سين وذلك لإيجاد نقطة قاطع الخط المستقيم مع محور السينات والصادات أي أن المستقيم سين تساوي اثنين وسين تساوي ثلاثة مستقيمان يوازيان محور الصادات فيكون الشكل عبارة عن شبه منحرف وبناء على ذلك تكون المساحة تساوي التكامل المحدود من اثنين لثلاثة للقيمة المطلقة لسين فدال السين أي أن المساحة تساوي التكامل المحدود من اثنين لثلاثة للقيمة المطلقة لسين زائد واحد فدال السين الآن نقوم بإجراء عملية التكامل فيكون ناتج التكامل كما يلي سين تربيع اثنين زائد سين ضمن حدود التكامل اثنين وثلاثة الآن نعبض بالحد العلوي ناقص الحد السفلي فيكون ناتج التعويض كما يلي ثلاثة تربيع على اثنين زائد ثلاثة وهو ناتج التعويض بالحد العلوي ناقص اثنين تربيع على اثنين ناقص اثنين وهو ناتج التعويض بالحد السفلي وتكون النتجة الهائية سبعة على اثنين وحدة مربع أي المساحة تساوي سبعة على اثنين وحدة مربع والآن سوف نتقل إلى مثال 2 صفحة 196 من الكتاب الوزاري مثال 2 صفحة 196 من الكتاب الوزاري احسب مساحة المنطقة المحصورة بين منحناء الاغتران قاف السين اللي بيساوي سين تربيع ناقص 9 ومحور السينات الحل نوجد نقاط تقاطع بين منحناء الاغتران ومحور السينات وذلك بوضع سين تربيع ناقص 9 تساوي 0 ومنها سين تساوي موجب أو سالب 3 أي نقاط تقاطع الاغتران قاف السين مع محور السينات عند سين تساوي سالب 3 وعند سين تساوي 3 لذلك تكون المساحة كما يلي التكامل المحدود من سالب 3 لا 3 للقيمة المطلقة لقاف السين فدال السين اللي بتساوي التكامل المحدود من سالب 3 لا 3 للقيمة المطلقة لسين تربيع ناقص 9 فدال السين الآن نقوم بإجراء عملية التكامل فيكون الناتج كما يلي سين تكعيب على 3 ناقص 9 سين ضمن حدود التكامل من سالب 3 لا 3 وأيضا ضمن إطاق القيمة المطلقة نعوض الآن بالحد العلوي ناقص الحد السفلي فيكون ناتج القيمة المطلقة لسالب 108 ع 3 أي تساوي 108 ع 3 تساوي 36 وحدة مربعة والآن سوف نتقل عزيز الطالب إلى سؤال 1 صفحة 200 من الكتاب الوزاري سؤال 1 صفحة 200 من الكتاب الوزاري احسب مساحة المنطقة المحصورة بين منحنى الاقتران قاف السين اللي بتساوي جد السين ومحوري السينات والصادات والواقعة في الربع الأول من خلال رسمة قاف السين اللي بتساوي جد السين ومحوري السينات والصادات تكون حدود التكامل من عند سين تساوي 0 إلى عند سين تساوي باي ع 2 لذلك المساحة تساوي التكامل المحدود من 0 لباي ع 2 للقيمة المطلقة لجد السين في دال السين الآن نقوم بإجراء عمية التكامل فكون الناتج كما يلي جت السين ضمن حدود التكامل 0 و باي ع 2 نعوض الآن بالحد العلوي ناقص الحد السفلي فيكون الناتج كما يلي جت باي ع 2 ناقص جيب السفر أي تساوي 1 فتكون المساحة تساوي 1 وحدة مربع والآن سوف نأخذ الحالة الثانية في إيجاد المساحة المحصورة بين منحنين أو أكثر من خلال نظرية نين صفحة 197 من أخرى الحالة الثانية وهي إيجاد مساحة المنطقة المحصورة بين منحنين أو أكثر من خلال نظرية نين صفحة 197 إذا كان قاف السين وهاء السين اقترالين قابلين للتكامل في الفترة المغلقة ألف و با فإن مساحة المنطقة المحصورة بين منحنين قاف السين وهاء السين في الفترة المغلقة تغطى بعلاقة من تساوي التكامل المحدود من ألف إلى با للقيمة المطلقة لقاف السين نقص هاء السين في دال السين ولما زيد من التوضيح سوف نأخذ مثال أربعة صفحة 197 من الكتاب الوزاري مرة أخرى مثال أربعة صفحة 197 من الكتاب الوزاري جد مساحة المنطقة المحصورة بين منحنين الإقترالين قاف السين البساوي 8 ناقص سين تربيع وهاء السين البساوي سين تربيع الحل نجد نقاط التقاطع بين منحنين الإقترالين قاف السين وهاء السين وذلك بضع قاف السين تساوي هاء السين أي 8 ناقص سين تربيع تساوي سين تربيع ومنها 8 ناقص 2 سين تربيع تساوي 0 أي أن سين تساوي موجب أو سالب 2 أي نقاط التقاطع بين منحنة قاف ومنحنة هاء السين موجب أو سالب 2 لذلك تكون المساحة المطلوبة كمالي التكاوي المحدود من سالب 2 إلى 2 للقيمة المطلقة لقاف السين نقص هاء السين فدال السين إذن المساحة تساوي التكاوي المحدود لسالب 2 إلى 2 للقيمة المطلقة لـ 8 ناقص سين تربيع ناقص سين تربيع فدال السين إذن المساحة تساوي التكاوي المحدود من سالب 2 إلى 2 للقيمة المطلقة لـ 8 ناقص 2 سين تربيع فدال السين الآن نقوم بإجراء عملية التكامل فيكون الناتج كما يلي 80 ناقص 2 سين تكعيب على ثلاثة طمن حدود سالب 2 و2 وإذن طمن حدود القيمة المطلقة فيكون الإجابة 64 على ثلاثة وحدة مربعة والآن سوف نأخذ مثال 6 صفحة 198 احسب مساحة المنطقة المحصورة بين منحنة الاقتران قف السين اللي بيساوي لغة من السين لأساسها والمستقيمين صاته ساو 1 وصاته ساو 2 ومحور الصادات الحل نجد نقطة تقاطر منحنة الاقتران مع المستقيمين صاته ساوي 1 وصاته ساوي 2 كما يلي نضع لغة من السين للأساسها تساوي 1 ومنها سين تساويها كذلك نضع لغة من السين للأساسها تساوي 2 ومنها سين تساويها تربية أي هناك مساحتين المساحة الأولى بين صاته ساوي 2 وصاته ساوي 1 ضمن حدود التكامل من سفر لها أي أن المساحة الأولى ميم واحد تساوي التكامل المحدود من سفر لها لـ 2-1 في تالي السين فيكون الناتج يساوي ها وحدة مربع المساحة الثانية واقع بين صاته ساوي 2 وقف السين تساوي لغة من السين للأساسها ضمن حدود التكامل ها وها تربية فتكون المساحة الثانية تساوي التكامل المحدود من ها لها تربيع لـ 2-2 في دال السين نوزع التكامل فتكون مساحة كما يلي التكامل المحدود من ها لها تربيع لـ 2 في دال السين ناقص التكامل المحدود من ها لها تربيع لـ 2 في دال السين الآن نقوم بإجراء عمية التكامل للكمية الأولى فتكون 2 في ها تربيع ناقص ها ناقص التكامل المحدود من ها لـ 3 في دال السين لأساسها في دال السين وهنا نستخدم التكامل بالأجزاء حيث قف تساوي لغة من السين أساسها ودال عين تساوي دال السين ثم نكمل إجراءات التكامل فتكون المساحة الثانية تساوي 2 ها تربيع ناقص 2 ها ناقص 2 ها ناقص 2 ها تربيع ناقص ها تربيع فتكون بالصيغة النهائية المساحة الثانية تساوي ها تربيع ناقص 2 ها إذن مساحة المنطقة المطلوبة تكون المساحة الأولى زائد المساحة الثانية فيكون ناتج ها تربيع ناقص ها وحدة مربعة والآن عزيز الطالب سوف نأخذ سؤال 2 صفحة 200 من الكتاب الوزاري سؤال 2 صفحة 200 من الكتاب الوزاري جد مساحة المنطقة المحصورة بين منحنى الاغتران قف السين اللي بتساوي 3 ناقص 2 تربيع والمستقيم المار بالنقطتين ألف سفر وسفر والنقطة الثانية باه واحد واثنين ومحور الصادات والواقعة في الربع الأول نوجد نقطة تقاطع قف السين اللي بتساوي 3 ناقص سين تربيع مع محور الصينات من خلال مساواتها بسفر أي 3 ناقص سين تربيع تساوي سفر ومنها سين تساوي موجب أو سالب جذر الثلاثة أي أن المنحنى قف السين يقطع محور الصينات عند سين تساوي جذر الثلاثة وسالب جذر الثلاثة وتكون الرسمة بالمقلوب لأن معامل السين تربيع سالم والآن نوجد معدد الخط المستقيم المار بالنقطتين ألف سفر وسفر وباء واحد واثنين من خلال القانون التالي صاد ناقص صد واحد على سين ناقص سين واحد تساوي صاد اثنين ناقص صد واحد على سين اثنين ناقص سين واحد فيكون صاد على سين تساوي 2 على 1 ومنها صاد تساوي 2 سين أو ممكن التعبير عنها بصيغة أخرى هاي السين تساوي 2 سين والآن نوجد نقطة تقاطع قف السين اللي بتساوي 3 ناقص سين تربيع مع المستقيم هاي السين اللي بتساوي 2 سين من خلال موساواتهم ببعض يكون 3 ناقص سين تربيع تساوي 2 سين ومنها سين تربيع ناقص 2 سين ناقص 3 تساوي 0 والآن نحل المقدار إلى سين ناقص 1 في سين زائد 3 تساوي 0 ومنها سين تساوي 1 وسين تساوي سالب 3 ترفض لأننا نتكلم عن الربع الأول إذن المساحة المطلوبة تساوي التكامل المحدود من سفل 1 للقيمة المطلقة لقاف السين ناقص هاي السين في دل السين أي أن المساحة تساوي التكامل المحدود من سفل 1 للقيمة المطلقة لتلاتة ناقص سين تربيع ناقص 2 سين في دل السين الآن نقوم بإجراء عملية التكامل فيكون نجل التكامل كما يلي 3 سين ناقص سين 3 على 3 ناقص سين تربيع ضمن حدوث التكامل 0 1 إلى أن نعوض بالحد العلوي ناقص الحد السفلي فيكون نجل نهائي 5 أتلات أي أن المساحة المطلوبة تساوي 5 أتلات وحدة مربعة مازلنا معكم طلبنا العزاء في شرح الدارس التطبيقات التكامل المحدود للصف الثاني الثانوي وأنا معلومكم الأستاذ أحمد محمود منيح ولأنا عزيز الطالب سوف نأخذ سؤال 4 صفحة 200 من الكتاب الوزاري مرة أخرى سؤال 4 صفحة 200 الكتاب الوزاري جد المساحة المحصورة بل منحنين الإغترانين قاف السين اللي بالساوي ها السين وكاف السين اللي بالساوي لغة من السين الأساسها والمستقيمين صاد تساوي 1 وسين تساوي سالب 1 ومحور السينات الحل نجد نقاط تقاطع أولا بين قاف وصاد أي أن ها السين تساوي 1 ومنها سين تساوي 0 ثانيا بين كاف وصاد أي أن لغة من السين الأساسها يساوي 1 ومنها سين تساويها من خلال الرسم يوجد هناك ثلاث مساحات أي عزيز الطالب يجب أن نوجد الثلاث مساحات المساحة الأولى محصورة بين المنحنى قاف السين اللي بالساوي ها السين وسين تساوي سالب 1 ومحور السينات السالب ومحور الصادات فتكون المساحة الأولى كما يليه التكامل المحدود من سالب 1 إلى سفر لها السين في دال السين نقوم الآن بإجراء عمية التكامل فيكون ناتج ها السين ضمن حدود التكامل سالب 1 إلى سفر فيكون الناتج بعد التعويض 1 ناقص ها السالب 1 وحدة مربعة أي المساحة الأولى تساوي 1 ناقص ها السالب 1 وحدة مربعة والآن نوجد المساحة الثانية المحصورة بين منحنى الاغتران صاد تساوي 1 ومحور السينات ومحور الصادات فتكون المساحة الثانية كما يلي التكامل محدود من سفر لواحد لواحد فدال السين فتكون الإجابة 1 وحدة مربعة والآن نوجد المساحة الثالثة المحصورة بين صاد تساوي 1 وكاف السين اللي بتساوي لرتم السين لأساسها فتكون مساحة تساوي التكامل المحدود من 1 إلى ها لواحد ناقص لرتم السين لأساسها الآن نقوم بعملية توزيع التكامل كما يلي التكامل المحدود من 1 إلى ها لواحد دال السين ناقص التكامل المحدود من 1 إلى ها لرتم السين أساسها في دال السين بالنسبة للتكامل الأول فيكون 1 في الحد العلوي ناقص على الحد السفلي أي 1 مضروب فيها ناقص 1 بالنسبة للتكامل الشقة الثانية وهو التكامل المحدود من 1 إلى ها لرتم السين أساسها في دال السين نستخدم التكامل بالأجزاء من خلال قاف تساوي لرتم السين أساسها ودال عين تساوي دال السين وبالتالي يكون دال قاف تساوي 1 على سين في دال السين وعين تساوي سين الآن نقوم بتكملة إجراءات التكامل بالأجزاء فتكون الإجابة النهائية بعد التعويض ها ناقص 2 وحدة مربعة فتكون المساحة الكلية المطلوبة المساحة الأولى زائد المساحة الثانية زائد المساحة الثالثة أي 1 ناقص ها أسالب 1 زائد 1 زائد ها ناقص 2 فتكون المساحة الكلية ها ناقص ها أسالب 1 وحدة مساحة أو وحدة مربعة في الختام إلى هنا طلابنا الأعزاء نصل إلى نهاية حرقة اليوم من شرح مادة الرياضيات للصف الثاني عشر العلمي والصناعي حيث تناولنا اليوم درس تطبيقات التكابل المحدود شكرا لنحسي استماعكم لانتقي في الدرس القادر بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الأعزاء بإمكانكم الاستماع إلى جميع الدروس عبر منصة ساوند كلاود وبرنامج التفوق ويمكنكم تحميل التطبيق عبر الهواتف الذكية من متاجر التطبيقات بسهولة والبحث عن حساب برنامج التفوق بكل يسرع والاستماع إلى كافة الدروس الشرح المفصل لمنهاج الثانوية العامة برنامج التفوق تتبعونه عبر صوت التربية والتعليم برعاية الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية رائدة الإبداع والتميز كنتم مع شرح مفصل لمنهاج الصف الثاني عشر الفرع العلمي ومبحث الرياضيات شكرا لإصغائكم ونلقاكم بإذن الله في الدروس القادمة مع تحيات إذاعة صوت التربية والتعليم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر